هناك حيوانات في هذه الأرض تعيش بلا عيون سمكة الكهف العمياء تعيش بلا عيون لكن أمدها الله سبحانه وتعالى بجهاز استشعار تستطيع أن تستكشف المحيط حولها بقياس ذبذبات ضغط الماء العنكبوت الذئب كذلك أعمى يعيش بلا عيون يعيش في جزر الهواي السلطعون الأعمى كذلك أعمى يعيش بلا عيون الخلد ذو الأنف النجمي له 22 زائدة لحمية في أنفه ويعيش بلا عيون أعمى له 22 زائدة أنفية يستشعر بهما المحيط حوله ويأكل ويعيش بسلامه هو لا يشعر أنه محروم أنت تراه محروماً لكن هو لا يشعر بذلك كما أن الطير ينظر إليك بشفقة يقول مسكين هذا لا يطير ينظر إليك بشفقة نحن لا نشعر بهذا الحرمان لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا كذلك متى تشعر بالحرمان؟ حين ترى جنسك قد منح هذه النعمة وأنت سلبتها أو أنك منحت هذه النعمة بنفسك ثم سلبتها الله سبحانه وتعالى كان قادراً على أن يخلقنا عمي بلا عيون كهذه الحيوانات لكنه سبحانه وتعالى شاء أن يمنحنا هذه النعمة العظيمة وهي نعمة البصر لنبصر بهاتين العينين هذه السماء المزخرفة بالغيوم لنبصر هذه الشمس المضيئة وهذا القمر المنير وهذه النجوم المتلألئة لنبصر تلك الأشجار الباسقة والأزهار المتفتحة لنبصر الجبال المعممة بالثلوج وهذه السهول الممتدة بالسجادة العشبية الخضراء لنبصر والدينا الحبيبين لنبصر زوجتنا الوفية التي شاركتنا آلام الأيام لنبصر أولادنا فلذات كبدنا وامتدادنا في هذه الحياة هذه المنح الربانية لم تكن عن استحقاق منا لقد كان قادراً سبحانه وتعالى أن يخلقنا عمي كالسلطعون الأعمى لكنه شاء من غير استحقاق منا على الإطلاق أن يمنحنا هذه النعمة العظيمة لنشكره حين يمنحها ونصبر حين يسلبها فهو أعطانا هذه المنحة من غير استحقاق والذي يمنح من غير استحقاق له أن يسترد من غير استفهام الذي يمنح من غير استحقاق له أن يسترد من غير استفهام فضلاً عن شكوى لكن الله سبحانه وتعالى لجزيل رحمته وعظيم فضله جعل جزاء الصبر على سلب هذه النعمة أمراً يفوق الخيال فكما ثبت في حديث البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعطينا هذا المعنى من غير نسبته إلى الله الله شاء أن يكون هو القائل سلوى لهذا المبتلى قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتي لاحظ دقة الوصف وجمال الوصف بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة إذا ابتليت عبدي نسبه إليه أضافه إليه فيها تحن ورحمة إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة ما أرحمك يا الله يعني حتى العين يعني لقد هيأ كل الظروف للعينين أن تؤدي وظيفتها في هذه الحياة من غير أي استحقاق منه التجويف العظمي العصب البصري الجسم الزجاجي الشبكية الأوردة الدموية المغذية لهذه الشبكية القزحية القرنية البؤبؤ العدسة حتى الجفن الرموش كل شيء هيأ كل شيء من غير استحقاق منه يقول إذا سلبتها منك اختبارا في هذه الحياة القصيرة فصبرت عوضتك منهما الجنة الجنة هل يصبر المؤمن؟ كيف لا يصبر؟ كيف لا يصبر؟ وهو يدرك أن الله سيعوضه سبحانه وتعالى بعينين خالدتين متلألئتين في الجنة كيف لا يصبر؟ كيف لا يصبر؟ كيف لا يصبر؟ وهو يدرك أن الله سبحانه وتعالى قد سلبه عينين يرى بهما أشجارا ستتهشم وأزهارا ستذبل وأحبابا سيموتون ليعوضه الله سبحانه وتعالى بهما عينين يبصر بهما نعيما كبيرا وملكا خالدا لا يزول وملائكة بررة وأنبياء عظام وأحبابا لا يموتون سيعوضه الله سبحانه وتعالى بعينين ينعم عليهما برؤية وجهه العظيم الجليل الجميل كيف لا يصبر؟ أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاء أن يجمعنا في جنة الله الخالدة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون توبوا إلى الله واستغفروه إنه الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر